أبغي أستمع لشخص يراك أنت في مقام الأب والأستاذ طيب تفضل مما يدل على علو همة الشيخ حفظه الله شدة موظبته على الدروس وحرصه الشديد على عدم الاعتذار عن الدرس مهما كلفه ذلك والذي يعرف برنامج الشيخ اليومي يدرك أن الشيخ حفظه الله قد صرف جل وقاته في دعوة الناس وفي نفع الناس وإصال الخير لهم فالشيخ حفظه الله منذ أن يصبح إلى أن يمسي ما بين درس وما بين تأليف وبرنامج الفتاوى غير اللجان التي هو عضو فيها كلجان الفتوى وما شابه ذلك حتى أننا في كثير من الأحيان لما نمر على الشيخ أنا وبعض الزملاء لاستحابه للدرس مثلا أو إلى أي مشوار آخر نكون قد سبقنا الشيخ إلى بيته والشيخ لما يأتي إلى بيته وهذا ما هو معلوم مما يكلف الشيخ يعني الجهد والطاقة ولكن من احتسب أمره إلى الله عز وجل أو من احتسب عمله إلى الله عز وجل فتأتيه المعونة من الله سبحانه وتعالى من الصفات الجميلة للشيخ حفظه الله حرصه الدام على استثمار الوقت فما أن نصحب الشيخ في مشوار أو في رحلة معينة إلا وتجد الكتاب قد سبقنا إلى السيارة شيخنا حفظه الله من الناس الذين لا يحبون الجدال في الدين أذكر في هذا السياق أننا كنا في مجلس يضم مجموعة من طلبة العلم والمشايخ وصار هناك تداول وطرح صار هناك طرح لبعض المسائل العلمية وبدأ النقاش وكل أحد أدل بدلوه الذي لفت نظري أن الشيخ حفظه الله قد لازم الصمت وهو من أعلم الحاضنين في ذلك المجلس لما ركبنا السيارة سألت الشيخ عن هذه المسألة فأسهب في الجواب وبيّنه بيانا شافيا وكافيا ثم سألت الشيخ عن عدم مشاركته في هذا النقاش وأفاد حفظه الله أنه قد ترك هذا النوع من الجدال لأنه قد يولث النفس حب الانتصار ومشى بذلك وهذه لفتة من الشيخ عزاه الله خيرا